اشتركوا في القناة وشهد توقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد سعيد عبدالغفار حسين مدير عامل هيئة العامة للرياضة وسعادة الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين بدولة الامارات العربية المتحدة وسعادة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر رئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة عدد من المسؤولين من كل الجانبين وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الطرفين في تاهيل الكوادر الرياضية وتنظيم مختلف البرامج والفعاليات وتبادل الخبرات والتجارب والعديد من البنود الأخرى التي تشمل التعاون في المجال الرياضي بشكل عام وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بأن توقيع مذكرة التفاهم تعتبر تعزيزا لمسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات وبالأخص في المجال الرياضي مؤكدا سموه لأن توقيع المذكرة هو تأكيد لمتانة الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين والتي تتوافق مع الرغبة المشتركة لدى كلا الطرفين في الارتقاء بالقطاع الرياضي وأهمية تنظيم ودعم أوجه التعاون بينهما في هذا المجال وأضاف سموه إننا سعد بإبرامي مذكرة التفاهم على شقائي في الامارات بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في شتى المجالات الرياضية لأنهوض بهذا القطاع الحيوي مؤربين عن تقديرنا الكبير للنهضة الكبيرة التي تعيشها الامارات في مختلف القطاعات ومن بينها القطاع الرياضي الذي يشهد المزيد من التقدم والانزهار في ظل دعم ورعاية صاحب السموه الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم أبو ظبي وتقدم اسمو الشيخ خالد بن حمد آلخليفة بخالص الشكر والتقدير لدولة الامارات العربية المتحدة على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال متمنيا لها المزيد من الرفعة والتقدم والازهار من جهته قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي تتميز العلاقات الأخوية بين دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأنها راسخة ومتينة في مختلف المجالات وتعكس المذكرة حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون المشترك في المجال الرياضي ودعم المواهب الرياضية لدى الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب للمساهمة في تطوير القدرات الرياضية وتعزيز فرص نجاح الرياضيين في كلا البلدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر